في إطار مشروع تمكين الفتيات نظمت جمعية دلتا إيفازيوم بتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل مخيم صيفيا للفتيات الشابات هنا بمخيم الغابة الدبلوماسيس بطنجة هذا المخيم الممتد لعشرة أيام يهدف إلى تعزيز قدرات ومهارات هؤلاء الفتيات الشخصية والاجتماعية كما يسعى إلى توفير بيئة تعليمية وتربوية ملهمة من خلال برنامج غني بالأنشطة التعليمية الترفيهية والرياضية الهدف العام من هذا المخيم هو تمكين الفتاة عن طريق تدريبها وتكوينها في مجموعة المهارات الحياتية اكتسب تقاف النفس وكذلك الرياضة ومجموعة كذلك من الورشة التدريبية التي ستكتسب فيها تقاف نفسها وكذلك تخلق واحد العلاقة بين مجموعة الفتيات بحكم أننا خمسة 50 الفتاة من مختلف مدن المغرب وكذلك قورة المغرب وهذه فرصة بشي تواصل مع بعضياتهم وتضمنت أنشطة المخيم ورشة عمل متنوعة ركزت على تطوير الثقة بالنفس وروح القيادة لذي الفتيات المشاركات إضافة إلى تنمية مهاراتهن في رياضة الأعمال القيادة وإدارة العواطف كما أتاح المخيم للفتيات فرصة التعبير عن إبداعاتهن من خلال ورش فنية في المسرح والرقص والموسيقى والرسم صراحة المخيم عاوننا في بزيف دي الحواج خاصة نحن الفتيات العالم القاروي يعني خلانا نتعرفوا ونكتشفوا المهارات والمواهب ديالنا من خلال الأنشطة واللزاتولية اللي كنديروهم والدعم واللزاتولية ديال الدعم النفسي وأيضا كنين ديز اكتبيت تس بورتيف نهنا في تنجا حنا كنشاركوا في بزيف كلموسى بقاس رياضية منهم الكرة الباسكيت وحتى تينيس حتى كرة اليد وكرة الطاولة وشارك في هذا المخيم خمسة وخمسون فتاة من مختلف مناطق المغرب من المدن والمناطق القاروية مما يعكس التزام المشروع بتعزيز فرص الفتيات من جميع الخلفيات كما كان لهذا المخيم دور بارز في تمكين الفتيات وتطوير مهارتهن مما يعزز فرصهن في المستقبل ويساهم في بناء جيل جديد من القيادات النسائية